الحاجة التالتة في العمليات التقييدية هي عملية طايل المعدة ويمكن أنا من الجيل الجديد المناصر لطايل المعدة على عكس أغلب الناس يعني طايل المعدة هي نفس فكرة تكميم المعدة هي تقليل كمية العكل لضرية نوالها المريض بس ما فيهاش استخدام دمبيس ولا قص ولا استخدام التكلفتها أقل ولي التكلفتها أقل شوية مش أقل كتير برضو لأن احنا نازم بنستخدم منظر وجهاز كي ويد جهاز كي وما إلى ذلك فهي تكلفتها أقل أريح شوية للمريض وزي ما قلنا المرة الفاتت أن التكلفة عامل مهم جدا في مصر اختيار أصلا في اختيار الشخص ده ممكن حد يتأخر شوية كتير خاطر أنه هو بيختار جراحة تناسب بالتكاليف المنديا بتاعته فإذا قللت له التكلفة بنفس النتيجة عن طريق طايل المعدة أعتقد أنه الموضوع يكون مناسب بالنسبة للأخر هي طايل المعدة مناسبة جدا بشرطها شرط اختيار المريض صح المناسب بطايل المعدة في معامل كتلة جسم معين ما يزيدش عنها ما يزيدش عن 45 ده في رأيي وأنا يمكن رسالة الدكتوراه بتاعتي كانت بالاشتراك مع مايو كلانك في الولايات المتحدة في المقارنة ما بين طايل المعدة عن طريق استقنام المنظر المرن اللي هو من الفم وطايل المعدة اللي بالمنظر الجراحي اللي هو تخصصي احنا وصلنا إلى الحاجتين طول اللي هو أن احنا يجب أن احنا نختار المريض المناسب للعملية دي عشان نحق أحسن نتيجة ممكنة من العملية والحاجة التانية أن احنا نوصل لستاندرد تكنيك إلى تكنيك خلاص احنا اتفقنا عليه إن ده أحسن حاجة هتجيب نتيجة وده عن طريق تكنيك جراحي معقد شوية وبيتطلب مهارة جراحية أكتر من التكميم وباقي العمليات وبياخد وقت أطول شوية جوة العملية فكل العوامل دي ومفوش استخدام دوابيس فبيخلي الجراحين مش حابين أو قصة طي المعدة مجهود أكتر تكنيكاليتي أعلى وقت أطول جوال عملية تحتاج حرفية في إيد الجراح اللي بيشتغل عمليه الطي بالضبط عشان تطلعها لأنها محتمدة على اللي شغال زي مثلا السونار نقول ده operator dependent ده معتمد على اللي بيشتغل السونار فهيطلع لك كذا أو هيمس كذا فنفس الفكرة أنت دي عملية مش دبوس وبوجي بس لا ده أنت محتاج تزبطها صح جدا عشان تطلع صح فمحتاج أحد عنده خبرة في القصة دي ويمكن النتائج المنشورة عنها كلها promising وكويسة ويمكن مشكلة طي المعدة معلش أنا أسهبت في القصة دي عشان لا لا كويس أنه أنا بشجع العملية دي شوية فهتلاقيني احنا بنشجعها ومش بس نقول بنشجعها بس احنا بنشجعها وبنقول أسباب بنشجعها لي ونحط معنا المشاهد في صورة كاملة اللي حتى لما يجي يختار بعد كده بيعرفوا بيختار ازاي بالضبط احنا كنا بنقول الستاندرد تكنيك أن أنت تزبطها صح وزي ما قولنا هو تكنيك معقد شوية وأن أنت تختارها صح وما أبدا ترجمة نانسي قنقر